قيصة غريبة وفيها ست سنين ديال الحبس واحد الام تحكمت بسيارنة ديال الحبس القيصة كيف هي عائلة تتكون من ام وبنت عندها عشرين عام وبنتها عندها تسع سنين باختصار جايين على التوركيا طلعوا السويد صوبوا اللوجوء دخلوا للطالية لانها عندها اختها اختها ما قدراش استقبلهم كاملين قتلها بزاف رجل اختها كده وكده وكده مهم ديبانات ومشي ايام من بعد طروا غدين يخرجوا اي خرجوا فين غيب شيو تسعود ديال اللي بقوا في الزنقة غزة التليفون تصلت بوحد السيد هادك السيد عنده خمسة وسبعين سنة اللي هو ايطالي تصلت بيه قتل له باشن قدروا نجي وندوزوا عندك شي ايام تصلت بيه البنت اللي عندها عشرين عام هادك البنت ديجة بشتية وشي خالتها خدموه عنده هادك السيد دان وليه بوليسية ودك تخرباته الغريب في الامر ان هادك الام تحيدت لها بنتها صغيرة من بعد يومين هما كان يتمها تحيدت لها بنتها صغيرة وتحكمت بست سنين ديال الحبس تخيلوا معايا ست سنين ديال الحبس دوزت فيها عام داخل الحبس ومن بعد خرجت حبس الدار ومن بعد خرجت حبس الدار هربت هربت اللي عندها بقي عندها الحكم وغدستان فوادي وهدي هربت وكانت المريضة والمشاكي المهم قيصة كتألم صراحة ايها دي صعيبة شوية واعرة اليوم في الاشياء غدي نحط لكم القيصة نتمنى تفاعلوا مع هذا القيصة هادي وما كرحش نوقف معها ولكن قديمة حلش القيصة وقعت في اين وسبعتاش والحد الان سيدرة بنتها الغالب لا ما كتأعرفهش فين كينا بشات ليها باش هتفهموا علاش وكيفاش تسمعوا القيصة هي كتأعود ليها اه البنت ديالها عندها تسع سنين دابها وقالها تنضل اليوم ما تكون عندها شهربتاش ولا خمستاشر سنة البنت عندها تسع سنين فاش كنت تعرف امها وعائلتها يعني وقالها تدير بعتاش وخمستاش سنة تنضل البنت غدا تبقى عاقل على امها ولكن خاصة تلقاها خاصة تشوفها خاصة تعرفها فين تشترا تشترا اه كنضل البنت غادي يكون عندها واحد تليفون كنضل البنت غادي تكون في واحد الخيرية كاتبشي تقرأ وكل شي اه انا قلت الام ديالها تبقى تدير فيديوهات وتبين وجهها وغن نحاول نشر الفيديوهات ديالها اه باش وبالتليفون ديالها باش غدال وبعد غدال البنت ديالها تقدر تحفي شي فيديو وفيه تليفون ديالك اللي يقدر يعاونها باش تلقى الام ديالها اه اليوم في العشية ان شاء الله غد نحط لكم الفيديو ديال السيدة اللي كنتعود شوية على القصة ديالها الفيديو طويل ومعانات وحبس وتشرود والله مستعد الله مستعد اه باطل هذا الشي باطل حش مكينش شي ام غدي تبيع بنتها عندها تسع سنية مكيناش هذي ولكن هذا باطل طح عليها وباش غدي يشدوها ويحكموا عليها يعني لقوا اديلا و اديلا ماشي شي اديلا اللي غديني يزيرها ولكن معا قلة اللغة ما كيناش اه سيطرة عليها نفسانيا اه فالاخر الدولة البنت وحكم عليها بست سنين ودوزة فيها عام وخرجات الله مستعد اخوة اليوم في العشية غني احط لكم الفيديو ما تنسوش الدعمونا بلايك السلام عليكم